بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حمدتي يستغيث بالمجتمع الدولي وحمدتي عمال يبكي على المدنيين يعني هو بيقتل المدنيين وجاي يبكي عليهم الوقتي وبيتاهم الجيش السوداني بأنه هو بيعمل إبادات لأنه اللي حصل الوقتي مع حمدتي أنه هو متقهقر بشكل كبير من ساعة ما الجيش السوداني أعلن تسليح الشعب وعمل تعبئة عامة للشعب السوداني وهو القوات بتاع حمدتي بتتقهقر وكمان في عنده مشاكل لجيستية في نقل كلاب جديدة أو عقول جديدة ما نقولت لكم أنه هو بطل العقول اللي هي الحيوانية وبدأ يتاجر في العقول البشرية وغير نصام العقول بس إنما هو ما زاله تاجر عقول فصراخه هذا بيعطي لك انطباع اللي بيحصل فيه السودان بالضبط المؤشر الثاني يا ابو الشباب على هزيمة حمدتي إنه هو عمال يستجدي البرهان وعايز يلتقي مع البرهان لكن البرهان كان معاه حاسم وواضح وقال إنه هو لن يلقى ولن يقابل حمدتي وبعد كده البرهان عشان يخفف الضغوط الدولية عليه قال لو هو عايز يقابلني ويتكلم فمبدئيا يسحب قواته من المناطق بتاع الخرطوم الخرطوم بحري وأم ذرمان والقوات بتاعته أصلا في المناطق دي أصبحت قليلة يعني ممكن يسحبهم لكن هو التاني الوقتي متشبس لآخر لحظة لأنه لو انسحب يا ابو الأبطال بيفقد أوراق كثير ممكن إنه هو يساوم عليها وهو ما يضمنش إنه هو ينساحب والبرهان يوفي معاه وأنا أقول لك هو العساكر ما بيسقوش في بعضيهم ولما واحد فيهم ما يسقش في التاني ما تلموش لأنه هم خونا وغضرين وفاهمين بعضيهم كويس المهم يا ابو الشباب إن البرهان بعد ما سلح الجيش السيداني الوقتي أم ذرمان تقريبا يعني أوشكت على إنه هو تخرج آخر مرتزق من حمدتي ومن الكلاب بتوعه وخرطوم بحري وخرطوم إبلي برضو حالهم أفضل عن الأول بكثير واحد يسألني أقول لك ابتال لطيف طيب هو البرهان ما سلحش الشعب من الأول ليه أقول لك ما هو البرهان هو العساكر بطبيعتهم مش هيسقوا في حد أجب لك من الآخر العساكر بطبيعتهم حتى الشعب مش هيسقوا فيه إزاي ما أنت بتقول إن عندهم المؤتمر وإن هم مع بعضيهم وإن هم ما فهمين بعضيهم والأمور دي أقول لك نعم أنا ما غيرتش كلامي لكن هو برغم كل ذلك بيعمل حساب إنه ممكن المدنيين ينقلبوا عليه لأنه ممكن ينخدعوا ممكن حد يخدعهم ويجرهم ودايما العسكري فاهم إن المدني ده حمار أنا أقول لك أنا الاعتقاد العسكري هو اللي حمار لكن في حتة فهم الصراعات الدولية العسكري صاحي لكن المدني عايش حياة مدنية وراحة كلية وراحة جامعة وتفرج على فادية لطفي في التلفزيون وعبد الحفيظ لطفي ومش عارفه فدماغه مشتتهم خرب ويعني واللي ملتزم فيهم قوي تفرج على شيخ أو تابع شيخ عمال يكلمه خطاب عاطفي وما بيشرح لهش أي استراتيجيات أو إنه هو راح مدرسة خربت له دماغه يعني الصراحة المجتمع المدني اللي عندنا جامعة متضمر بشكل كبير جدا فده اللي خل البرهان ما يلقاش إلى تسليح الشعب لكن لما وجد إن كميات مهولة من المرتزقة بتيجي أصبح قدامه خيار من اتنين يأما إنه هو يواجه هذه المرتزقة بقوات الجيش السوداني ودي وظفته لكن هو كمان مش واسق كثير في الجيش السوداني بالذات بعد الحكاية بتاع ود مدني هو واحد قائد يعني ربما خاني اللي هو تحت التحقيق لسه الموضوع ما ظهرش أو أنا ما وصلنيش النتيجة يعني ما قرأتهش لحد الوقت لكن هو قائد الجيش عموما بيفترض إنه القوات بتاعته عند المصادمات وكثرة القتلى ممكن تنقلب عليه فده اللي خلاه ما وجهش بالجيش السوداني بتاعه طيب إيه اللي خلاه الوقت يواجه اللي خلاه الوقت يواجه يا بو الشباب واللي خلاه الوقت يسلح الشعب يا بو الشباب إن المرتزقة جايين اللي حمدتي بالألاف وأصبح قدام البرهان يعني يواجه بجيش ويتعرض للتفكيك يا إما يعمل المقاومة الشعبية فاختار إنه هو يعمل المقاومة الشعبية أنا قلت لك قبل كده إن الجيوش بتعمل فيه المدنيين فيه وقت السلم بتغلى عليهم الأسعار وتنص دماؤهم وفيه وقت الحرب بترميهم لراحة المعركة أنا أقول لك الجيش السوداني يعني أفضل من الجيوش التانية يعني الجيش السوداني يعني بيسلح وعنده إخلاص بس عايز السقة المتبادلة لكن السياسة اللي أنا قلت لك فيه بالنسبة للجيوش التانية دي دي بيتبعها الجيش المصري بيتبعها الجيش الباكستاني بيتبعها الجيش الجزائري بيتبعها كل جيوش أو أغلب جيوش المنطقة والله أعلم لكن أنا عايز أقول لك كمان أضغف لك حتة على الموضوع ده إنه حتى الأسعار اللي بتغلى الجيش ما بياخدش منها حاجة ولا القائد ومين اللي بياخد منها اللي بياخد منها المستثمر الصهيوني اللي هو في البلد اللي هو مستفيد من ان السلعة يجبها من الصين بدولار ويباعها للناس بعشرين دولار هو ده المستفيد وهم بيمصوا دماء الناس من هذا الاتجاه لكن الصورة دي مش موجودة في السودان انا على فكرة اثق في عسكر السودان انه هو عدو لدود للصهينة وعارف ان عنده اخطاء جسيمة بس اللي انتم ما تعرفوش ان الاخطاء الجسيمة بتاع عسكر السودان كلها وقعت منه وخرجت منه تحت الابتزاز الغربي ولو فتحت في الموضوع ده بقى ايه مش هخلص المهم ان شاء الله نسمع اخبار طيبة عن السودان قريبا ونسمع انه حمدتي وقواته اندحروا وان شاء الله الخير قادم والسودان قادم والسلام عليكم